عزيزي المشاهدين ورجعنا لكو تاني مع سيدة من أفضل الخبراء في عالم التجميل والعناية بالبشرة والشعر أستاذة نورمين ياسر صاحبة مركز نورمين ياسر فورمديكيتد سكن اند هير كير كلينك مساء الخير أستاذة نورمين مساء الواجهة حضرتك أستاذة نورمين في البداية عايزة أعرف منك إزاي قدرتي تحقق النتائج المبهرة دي مع كتير من العمل عندك الأول لأن أنا اتدربت كتير في عيادات تمام كتير في القاهرة وكده وبالأخصة أنا معي أصلا دكتور يعني كويسة جدا مش موجودة في مصر أصلا يعني دها مستشفى تجميلية جراحية تمام كانت متواجدة في مصر ويعني كنت زي بنتابس ضبط فعلمتني حاجات كتيرة جدا في السكن بقى والجلدية وعرفت وطبعا بلاصنا كانت بتبعاتي مثلا حاجات أذاكرها وطورت من نفسك كتير جدا يعني طيب أستاذة نورمين خليني أتكلم معاكي للكلينك الموجودة عندك للسكن والهير كير كتير من السيدات لما بيجوه لك بيكونوش عارفين المشكلة عندهم في إيه بالزبط إزاي أقدر أعالج شعري مثلا كتير من السيدات بيبقى عندها فكرة أن أنا فلانا ريلاتيف ليا أو صديقة ليا اتعالجت عن طريق مثلا وحنتكلم عن البشرة عن طريق التأشير بستراتيجي معينة أو يعني أسلوب معين فحاجة أقولك أستاذ نورمين أنا عايزة أستخدم الأسلوب ده إزاي بتقدر تفهمي الحالة عندك أو العميلة أن الأسلوب ده مش هينفع معاكي والمناسب لكي ده هو الأساسي عندي المفروض أن فيه التشخيص الأول لأن أنا بشخص حالتها وبعرف هي محتاجة إيه بالزبط وبوجهها ليه بالزبط ده أهم حاجة أن أنا لازم أوجهها بالزبط إيه اللي هي محتاجة لأن سهي مثلا فيه سيدات كتير تشوف مثلا صاحبتها أو أختها عملت جلسة ما وتيجي تقولي أنا عايزة أعمل بالزبط كده فده طبعا خطأ جدا وهيكون مدرية ممكن تكون مش مفيدة أصلا ليها بالمرة فببدأ أن أنا أشخاصها صح وأن أنا أوجهها صح وبعا كده أو لا أنت محتاجة كذا وكذا وأعرفها الروتين بتاعه وأعرفها كل حاجة خاصة ببشرتها وبحالتها إيه عشان بعد كده تقدر تتعامل صحة وتبقى فهمة يعني هي عايز تعمل إيه بالزبط وتحدث بالزبط اللي هي محتاجة خليني بقى أتكلم معاك في حاجة مهمة جدا مجال التجميل دلوقتي أصبح ترند كل يوم بنسمع فيه عن مصطلح جديد لدرجة أن في كتير من السيدات مش فهم أنواع التأشير طب أنا أنهو أسلوب في التأشير هو للبشرة طبعا هقدر أعمله عشان أوصل لأحسن نتيجة خليني أعرف منك إيه هو الجديد في عالم تأشير البشرة وإزاي أقدر أعملها هو التأشير مش موضوع الجديد هو الشركات الأول هو التأشير مصطلحات كتير بنسمعها عايزة أفهمها منك شكل مبسط كل مصطلح منهم أو الخدمات اللي عندك لتأشير البشرة بيكون إيه وإزاي أنا كسيدة أشوفها أكون فاهمها الأول هو التأشير مش مناسب للكل يعني مش لجميع الأعمار هو فيه الأول ليه عمره معين وفيه مخاطر يعني مثلا الحوامل والمرضعات ما يقدروش يعملوا لأن أصلا التأشير فيه مادة سمة الجس بيمتصها فأي ستة حامل أو مردع ما تقدرش أنها تعمل التأشير ده أولا ثانيا كمان مش يعني مش في كل الحالات ننصح بالتأشير فيه حاجات تانية كتير بديلة للتأشير أهمهم مثلا زي جلسات تنظيف البشرة هي ممكن تكون مش محتاجة تأشير قدنها محتاجة مثلا جلسة تنظيف للنظارة التأشير وكمان مش مثلا باستمرارية ده هو مش أعلى مثلا من 21 يوم أو كل شهر بحيث أنها تقدر تقرر الجلسة دي تاني طيب خليني أفهم منك النتائج اللي أنا شايفها قدامي دلوقتي على الشاشة دي إزاي قدرتي توصلي لها؟ يعني هل بقعد الكشف فيه معايير معينة على أساسها أو بتعملي بلان على أساسها بتمشي الجلسات دي أكيب طبعا هو الأول طبقات الجل اللي أنا عايزة أوصل لها بحيث أن أنا أقدر أوصل للطبقة بالزبط اللي أنا عايزة أقشارها بلاص كمان إنه بيبقى فيه طبقة حماية بلاص الإكسترالايتنينج اللي أنا بقدر أن أنا أزوده قد إيه كمان كمان بلاص المفروض أن أنا أكون عارفة هال البشرة القدامي دي هتتقبل التأشير دا ولا هتتحرق يعني المفروض بخلي بالي من الحاجات دي كلها تمام أنا بقى فيه حاجة عندي مميزاني جدا في التأشير إن التأشير عندي هو فن يعني حتة تركيب التأشير دا مع نوع التأشير دا أنا عندي خلط التأشير وخلط التأشير دا مش موجود في كلينكس كتير بالعكس هو يعني 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 إيه خلط التأشير؟ خلط التأشير ممكن أجيب منتج وجيب منتج تاني وأركبهم على بعض بتعني مكسما بينه عشان توصلي التركيب بس الطريقة طبعا معينة لأنه من المواد الحارقة لما ينفعش أي حد يستخدمها في أي وقت دلوقتي كتبت كمان أحماض الفواكه المنتشرة جدا على الفيسبوك وعلى حاجات كثيرة جدا بيتجي رزقكا لا خالص ده بيتحرقوا منها في البيت وكل بيبقى فاكر أن الموضوع سهل وبسيط وبيجي لي حالات كثيرة جدا محروقة بسعب الموضوع ده فأنا التأشير المفروض أن هو بيكون تحت إشراف طبي قوي والمفروض أن يبقى فيه ملاحظة حد فاهم حد عارف وبيعمل إيه بالضبط مش مجرد مادة بتتحطه خلاص لا التأشير ده ليه تكنيك معين خاص به لازم نبقى إحنا ملتزمين به وماشيين عليه يعني مش أي حاجة كده وخلاص طيب كل سيدة بتكون جايالك العيادة بتكون عايزة أنها توصل للنتيجة في أسرع وقت ممكن بعد الكشف بقد إيه نقدر نقول إن إحنا نقدر نحكم على الرزلت اللي حنشوفها يعني فيه كيزز ممكن تحتاج شهر فيه كيزز تاني ممكن تحتاج مثلا أربع خمس شهور بس طبعا بتوصل من خلال من ثلاث لأربع جلسات ستة جلسات بيبتدي يبان التحاصل جدا وكل بيبتدي يلاحظ وده الحمد لله اللي عملي اسم كبير في الفترة الأخيرة اللي أنا شغالة فيها دي الحمد لله يعني طيب عايز أكلم معاكي عن مشكلة بتقابل كتير من الشباب بالأخص في فائة سن المراقب حب الشباب إزاي قدرتي إنك توصلي للتحسن بشكل كبير وملفت لكتير من العمل عندك لإزالة حب الشباب تريتمينت موجود عندك عايز أفهمه بشكل تقصيلي أنا كل بقى كليك ليها طريقتها الأول أنا ببعد تماما عن الأدوية طبعا منتشر جدا الأي سترينيون والنيتلوك والحاجات دي كلها أنا ببعد تماما عن الأدوية لإن الأدوية دي مش بتتاخد إلا تحت إشراف طبي بلاس كمان إن المفروض بيبقى فيه تحليل معينة لازم إنه يعني المفروض من الكلاينت يعملها أو البيشنت تعملها بحيث إن أنا أخطمن على الأول يعني اشرحي لي الكيس مثلا لقدامنا دلوقتي على الشاشة دي إزاي قدرتي توصلي بعد كده يعني مبهرة جدا هي على فكرة الكيس دي الكيس دي الكلاينت دا والبيشنت دا عماتها نواصل معي للريزلت دي بالضبط بعد تالت جلسة بعد تالت جلسة؟ وكنا المفروض هنكمل تجميلي بس طبعا التجميلي بيبقى مكلف أكتر من العلاق يعني ما قدرش إن هو يكمل أو بحيث كمان لإن فيه كمان الأول بيبقى فيه ما بين في كل الجلسة والتانية المفروض إن هو مثلا ممكن يقعد في البيت يوم أو اتنين ففيه حالات بتبقى دا مناسبها وفيه حالات دا مش بيكون مش مناسب لها على حسب بقى شغلها أو كذا يعني زي الحالة اللي قدامنا على الشاشة كده مثلا أنا شايف إن الفرق ما بين يعني الرزل تواضحة جدا كان فيه تقدم خليني أعرف منك طب خدت وقتها قدي عشان توصلوا للنتيجة دي دي بالضبط أخدنا فيها أربع شهور أربع شهور آه بتبقى جلسة كل إسبوعين يعني هي كان بتجيلي جلسة كل إسبوعين في خلال أربع شهور كنا وصلنا للنتيجة دي يعني ست جلسات صحي كده بالضبط كده العدد الجلسات مش بيكون كتير هاول فكرة إن أنا أعرف أشخص بالضبط والحاجة بالضبط الروتيني اللي أنا همشيع عليها وإنها تكون ملتزمة مع معي أكيد إنها ساعدني إن إحنا يعني نحسن دا بشكل كبير نحسن من بشروتها يعني بشكل كبير جدا خليني أقولك إن فيه ماجينيشن موجود أو تخيل كبير جدا عند كتير من السيدات في استخدام تكنية البي أر بي أو حقن البلازمة إن أنا سيدة تقدم بي العمر أو عندي أي تجعيد في البشرة هعمل جلسة بي أر بي حطلع منها صغارة عشر سنين أو خمستاشر سنة خليني بقى أفهم منك على أرض الواقع الكلام دا البي أر بي هل فعال ولا لأ ولو فعال بعد كم جلسة النتيجة حتكون واضحة والنتيجة حدودها لغاية فين يعني ما تشايزين نخلي الموضوع على أرض الواقع اللمت بتاعنا لغاية هنا هنوصل له إزاي الأول أنا أصلا البي أر بي عندي هي مجرد حاجة تكملية علشان فيه ناس بتبقى جاي طلبها بالطلب بس أنا بوضح لها قبل حتى كمام بشتغل بالي إن أنا الموضوع عندي مش استثماري زي ما بقيت يعني معظم مصر ماشى بي أصلا يعتبر تمام موضوع عندي مش استثماري فإن أنا بوجهها صحة وبفاهمة إيه الصحة وإيه الغلط ودي نقطة واضحة جدا عندي لكل اللي موجودين عندي عارفينها يعني تمام مستثماري معك فأنا أصلا مش باعترف بالحقن البلازمة بصراحة خالص لإن ما فيش أي بحث علمي جي أو يعني واصل مثلا من 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 منظمة مثلا واصل إن هو لي الأبحاث بتاعته إن هو فعلا بيزبط النتيجة بتاعته اللي هي المعروفة طبعا تمام يعني بتستخدميه كبروتوكول تكميلي في العلاقة بالزبط كده لإن هو أصلا ما فيش أي بحث نزيله أو أي حاجة هو فعلا يعني كان بالزبط من حوالي سنتين ثلاثة كان فيه المؤتمر الطبي العالمي الإيطالي تمام هو بتعمل كل أربع سنين وتكلموا فيه عن هل البلازمة ليها لازمة ولا لأ تمام فيعني قالوا إن هي فعلا ما لهاش أي لازمة خالص طب التوقعات ما عليش يا أستاذ الميني عشان النقطة دي مهمة جدا لكل السيدات استخدام البي أوربي حتى لو كعلاك تكميلي النتيجة اللي أنا هقدر أوصلها هل فعلا بيزيل كافة التجاعد اللي بتبقى موجودة في البشرة ولا بنوصل بإيه زيره طبعا ما فيش أي حالة خالصة ما فيش أي تحسين لو حتى بناسبة 1% هو بيزيل كافة ممكن أنا أتخيل حاجة إنها هتبقى جاية جايبة معي نتيجة وإنها حاجة واو وإنها حاجة من جسم للسيدات أو عمدت أن كل الناس اللي هما بيحبوا الحاجات الطبيعية ومش بيحبوا مثلا يدخلوا جسمهم أي حاجة كما كانوا ضد الجلسات فشايفين دي حاجة من جسمهم بتخرج وهترجع عليهم تاني بس للأسف هي مش بتفيد بأي حاجة خالص يعني هي مثلا ممكن لو هنحقناها في الشعر ممكن تحسن حاجة بسيطة جدا من الشعر ودنا الصفائح الدموية لكن هي في الأصل ملاش أي حقيقة خالص إنها بتطلع فعنا وده على فكرة من مجال شغلي وخبرتي إن أنا حتى كمان عملت ده وجربت كتير مفيش أي نتيجة أستاذ النرمين في نهاية الحلقة حابب بس حضرتك تنواه للمشاهدين العرض اللي بتقدمه النرمين كتاب العرض اللي بتقدمه الأول أنا تكشف عندي سعره بسيط جدا ومتناول جدا جدا 30 جنيه تمام ده مبلغ يعني وبوجهها جلسات عندي في متناول الجميع يعني بيكون في نسبة تخفيض كويس جدا جدا بالنسبة للبرة والماتيريال كويسة جدا جدا تمام بلاس كمان إن فيه بقى عرض أنا عملاه جلسة جلسة تأشير مع جلسة درما بين مع جلسة تنظيف عاملين ألف وربعونين جنيه طبعا وأكيد كل اللي يعني المشاهدين أهر متفقين حيبقوا عارفين السعر الأصل بالضبط كده أنا كنت سعيد جدا باللقاء مع حقيقة يا أستاذ النرمين أنا كمان جدا كتاب عزيزي المشاهدين انتظرونا في حلقات أكتر مفاجئات أكتر من برنامج حكاوي اليوم مع كل رواد الأعمال انتظرونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة